يعني خليني أتبنى فكرة المؤامرة إن فيه مؤامرة على تغيير الهوية الثقافية لدى الشباب العربي فهل يعني صححيلي ده لو كنت مخطئ أو يعني قر ده لو أنا كنت مصبوط يعني والله لو هنتكلم عن المؤامرة هي نظرية المؤامرة حضرة في حياتنا على طول بس قبل ما نتكلم على إن فيه مؤامرة خارجية إحنا نفسنا بنتأمر على نفسنا لسبب بسيط جدا إحنا بنتأمر على نفسنا إن إحنا سايبين نفسنا للهيمنة الثقافية إحنا عندنا زي ما ابنى خلدون قال إن دايما الضعيف أو المغلوب يعني بيتبع ثقافة الغالب يعني فهنا أنا دايما شايفة إن الثقافة الغربية والثقافة الأوروبية دي عندي انبهار بيها وأنا ليه شايف نفس الطرف المغلوب يعني ليه الشباب بقوا شايفين إنه ما عندهمش شعور بالقيمة لما يمتلكه وشايفين إنه ده هو ده إحنا الطرف المغلوب في حين إنه إحنا ما تربيناش كده ما تلعناش كده تلعنا عارفين إيمة بلدنا عارفين إحنا أقوية في إيه عارفين إحنا المفروض نتقدم في إيه نشتغل على إيه نطور نفسنا في إيه لكن في وقت معين يعني حالة من الإحباط يمكن من التوتر من الاكتئاب منتشرة ما بين الشباب هل دي علشان أنا مش عارف الطريق المصبوط ولا أنا مش عارف الخطوات اللي المفروضة أخدها متخيل إن أنا ممكن أعمل خطوة أثنين ما نجحتش تبقى ساعتها مشكلة يعني العطل بقى فين كل اللي حضرتك قلتيه صح بس فيه حاجة مهمة جدا التسويق تسويقنا إحنا الهويتنا الثقافية والتاريخنا العريق جدا هل إحنا بنسوق ليه بشكل حقيقي وصح يعني أنا هفكر حضرتكو كده بحدث كبير جدا هو نقل المميوان فكان حدث العالم كله كان بينظر إليه بفقر شديد جدا الأجيال بتاعتنا من أطفال للشباب كان عندهم اعتزاز بهويتهم وفخر كبير جدا وقد إيه فكرة الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن ظهر في هذا الحدث الكبير لأنه كان فيه تسويق كبير ليه عشان كده بنقول هل إحنا بنسوق لهويتنا وتاريخنا وحضرتنا بشكل إيجابي ولا إحنا بنستقطب الأشياء الخارجية طب ليه إحنا ما بننعش هذه الثقافة لا أول مفروض جيه الشباب يا دكتور اللي عليه أنه يبني على هذه الحضارة يعني هي مش الفكرة أنا مش قاعد مستقبل يعني أنت عندك الأهرامات لما أحد رجال الأعمال من قريب أقام حفل الزفافه هناك يعني هو اختار ده الموقع ده من العالم كله علشان ييجي ما هو ده بيقولك قيمة ما تمتلك هي الفكرة أن أنت اللي المفروض تبني في الإطار ده أقول لحضرتك بما أن أنا مقررت لجنة الشباب بالمجنس الأعلى للثقافة إحنا عندنا يعني عاملين إن شاء الله هنعلن قريب جدا عن مسابقة خاصة بالشباب من سن حتى مش الشباب من النشأ من سن 15 سنة مجرد ما يبقى عندهم لغاية سن 35 سنة عن مسابقة مهمة جدا عشان تعزيز التراث الثقافي والهوية الثقافية هي مسابقة مصر بعيون شبابها مصر بعيون شبابها دي يعني مسابقة خاصة بالتصوير الفوتوغرافي مسابقة للأماكن الثقافية والأماكن التاريخية الخاصة بكل محافظة من المحافظات فيلم تسجيلي عن إيه هي التنوع الثقافي وإيه هي السمات الثقافية الخاصة بكل قرية وكل مدينة وكل محافظة إن إحنا كمان بنطلق عدد من الندوات إن إحنا بنعز بيكون فيها تبادل ما بنكونش بس في إطار المجلس العلى للثقافة لإحنا بنخرج للمحافظات والقرى وخاصة إحنا مركزين بشكل كبير جداً على المحافظات الحدودية وبندعو إلى يعني تعزيز الاحتفال يعني بنساهم بشكل كبير جداً في الاحتفال بالمناسبات اللي مرتبطة بالأعياد الوطنية والأعياد الثقافية عشان نعزز معرفة الشباب وأولادنا بإيه هي إيه هي تاريخ كل المحافظة إيه هي سمات كل المحافظة إيه هي حتى نوع الطعام يعني الطعام إشنا عندنا تنوع لو هنتكلم عن التنوع الثقافي التنوع مصر يعني زاخرة بكنوز ثقافية كبيرة في مختلف المجالات أبسط حاجة الطعام هل هنجد أن كل محافظة من المحافظات فيه أنواع من الأطعامة مشهورة وهي خاصة بيها جداً من الفنون هنجد كل محافظة من المحافظات ليها لون نمط من أنماط الفنون اللي بتمتاز بيه ففيه يعني حتى لو الصناعات الحرافية فيه نمط من أنماط الصناعات الثقافية والصناعات الحرافية اللي بتمتاز بيه الأزياء كل حاجة الأزياء هل لما إحنا بنسلط الدوق على كل الحاجات دي مش بنعجز هويتنا الثقافية محافظة